ثلاث فئات يحق لها الحصول على قرض حسن بدون أي فوائد من بنك ناصر الاجتماعي والخبر الثاني شروط الحصول على قرض لأصحاب المعاشات والورثة من بنك ناصر الاجتماعي الخبر الثالث احصل على قرض يصل قيمته إلى 3 مليون جنيه من 5 بنوك بضمان المرتب أو المعاش تفاصيل الأخبار قبل مبدأ التفاصيل من فضلك اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو فعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد وما تنساش تدعم المقطع بلايك ثلاث فئات يحق لها الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي أعرف الشروط بناء على ما جاء في موقع الوطن يوم الجمعة الماضي التفاصيل في كثير من الأحيان يحتاج العديد من المواطنين الأكثر احتياجا للحصول على قرض من أحد البنوك حتى يتم قضاء حاجة ما سواء كان السبب الرغبة في شراء شيء ضروري أو لإجراء عملية جراحية وتقدم العديد من البنوك الكثير من خدمات الكروض لمساعدة المواطنين ولكن يوفر بنك ناصر الاجتماعي والتابع لوزارة التضامن الاجتماعي خدمة الحصول على قرض حسن بتسهيلات كبيرة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا وترسل الوطن في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خلال هذا الفيديو تفاصيل الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي في حالة رغبة أصحاب المرتبات في الحصول على قرض حسن يجب أن لا تقل مدة الخدمة الفعلية للوظيفة التي يعمل بها حاليا عن ثلاثة سنوات كما يجب تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة كما يجب التعاخد بتحويل القسط أو المرتب على البنك وفي حالة رغبة أصحاب المعاشات في الحصول على قرض حسن يجب أن لا تقل مدة الخدمة الفعلية التي يتقاضى عنها المعاش من عشرين سنة كما يجب التعاهد بتحويل القسط أو المرتب على البنك وفي حالة رغبة المستحقين للمعاش للحصول على قرض حسن يجب أن يتم تحويل القسط أو المعاش على البنك في حالة المعاش المستحق بيتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ما هي المستندات المطلوبة؟ صورة من بطاقة الرقم القومي تكون سريع للراغب في الحصول على القرض الرقم التأميني الخاص بالمتقدم للكرض بيان مفردات مرتب أو معاش للراغب في الحصول على القرض ومرتب الضامن في حالة إذ كان القرض بغرض العلاج يجب أن يتم تقديم شهادة طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ما هي الفئات التي تحصل على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي؟ هناك ثلاثة فئات مختلفة يمكنهم الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي وهم كالتالي الفئة الأولى أصحاب المرتبات الموظفين الذين يمكنهم تحويل القص الشهري الخاص بالقرض للبنك الفئة الثانية أصحاب المعاشات ويمكن لتلك الفئة الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي بعد بلوغهم سن المعاش الفئة الثالثة ورسة المعاشات يحق لورسة المعاشات بعد وفاة صاحب المعاش الحصول على قرض حسن بضمان المعاش الذي يحصل عليه شهريا الخبر الثاني شروط الحصول على قرض المعاشات من بنك ناصر الاجتماعي التفاصيل يتثأل الكثير من أصحاب المعاشات عن شروط الحصول على قرض المعاشات من بنك ناصر يشترط للحصول على قرض المعاشات من بنك ناصر إن كان بضمان المعاش المعاش الافتراضي ما تجلش مدة الخدمة عن عشرين سنة تحويل الجسطة أو المعاش على البنك إذ كان بضمان المعاش المستحق يتم تحويل الجسطة أو المعاش على البنك وإن كان بالمعاش المستحق بيتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة إذا كان القرض بضمان المرتب بيشترط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن سلاسة سنوات كما يشترط تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحويل القصة أو المرتب وحدد بنك ناصر إجراءات الحصول على القرض كالتالي سورة بطاقة ورقم تأميني وبيان مفردات وبيان معاش للضامن والمستفيد من القرض وفي حال طلب قرض الزواج بيتم تقديم أصل وصيقة عقد القران للمسلمين والمسيحيين وفي حال طلب قرض العلاج بيتم تقديم شهادة طبية معتمدة وفي حال طلب الحالات الملحة بيتم تقديم المستند الدهل على الحالة التي يتقدم بها صاحب القرض الخبر الثالث والأخير في النشرة وهو بعنوان أحصل على قرض يصل إلى 3 مليون جنيه من 5 بنوك بضمان المعاش أو المرتب البنك الأول البنك الأهلي يقدم البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي لعملاء قرض يبدأ من 15 ألف جنيه لمليون وخمسمائة ألف جنيه وبيوصل في بعض الحالات إلى 2 مليون جنيه أن تكون فترة السداد من 10 سنين ونسبة الفايدر 14.5% لغاية 16.5% والسن من 21 سنة لستين سنة وأجل مرتب بيكون 1500 جنيه البنك الثاني البنك المصري الخليج يوفر البنك المصري الخليجي قرض بقيمة تراوح من 20 ألف جنيه وبتوصل إلى 3 مليون جنيه كحد أقصى فترة السداد القرض بتبدأ من 6 شهور وبتوصل لغاية 10 سنين كحد أقصى نسبة المصريف الإدارية من 1.4% لـ 2.5% من إجمالي قيمة القرض واشترط البنك أن يكون الحد الأدنى للمرتب 2500 جنيه والسن من 21 سنة لـ 65 سنة البنك رقم 3 بنك الإسكندرية القرض من 5000 جنيه لـ 3 مليون جنيه فترة السداد من 6 شهور لـ 12 سنة نسبة الفايدة بتكون من 14.5% لـ 20.5% فايدة متنقصة سنويا الحد الأدنى للدخل بيكون 1000 جنيه والسن من 21 لـ 65 سنة أما البنك الأخير وهو بنك أبو ظبي بنك أبو ظبي بيوصل فيه القرض لـ 750 جنيه وحياناً بتوصل لـ 2 مليون جنيه للعملاء المميزين قرر البنك أن تكون فترة السداد من 6 شهور لـ 7 سنين نسبة الفايدة 19% وما يجلش الدخل الشهري عن 5000 جنيه وعمر العميل ما يزيدش عن 60 سنة في نهاية آخر قرض وما يجلش عن 21 سنة بتمنى لو عجبكم الفيديو تشتركوا بالقناة واتفعلوا زر الجرس حلشان يوصلكم كل جديد وما تنسوش تدعموا المقطع بلايك شكراً لكم مع المشاهدة وإلى اللقاء أسعد الله يومكم